السلام عليكم ومتابعي في قناة جدام للسائرات لمبة الABS من اللبات المزعجة اللي ممكن تشوفها منورة في تبلوز السائرة بتاعك في الفيديو ده هقولك بسرعة على سبع اسباب من همش تامن بيتسببه في اضاءة لمبة الABS وكمان هقولك ازاي تحل المشكلة بنفسك بخطوات بسيطة من الاسهل الاسعب في السريع اللي ما يعرفش ايه هو نظام الABS باختصار هو نظام فرامل بيكن ليك تتحكم في السيارة بشكل اكبر اثناء الفرمالة من غير ما تسحف منك لقدامي لما لمبة الABS تنور ده معناه ان في مشكلة في النظام وساعتها تبشي على الخطوات اللي هقولك عليها دي بالترتيب او الحاجة تشوف فيوز الABS ممكن يكون تالف ويحتاج الى التغيير لو كان فيوز سليم اتفتح الكبوت وتشوف فين اربط زيت الفرامل وتراجع مستوى الزيت ممكن يكون فيه نقص فيه مستوى الزيت الفرامل او تسريف في دورة زيت الفرامل وخلي بالك زيت الفرامل يختلف عن زيت الماكينة ما يفعش اتزاو الده من ده لو الخطوة ايدي اللي فاته تمام نتنين على الخطوة الثالثة اطفي المحرك ويفصل اقطاب البطارية لمدة 10 دقائق وبعدين وصلها تاني ممكن يكون السبب خطأ في كمبيوتر السيارة لو المشكلة ما تحلتش يبقى لازم تفحص السيارة بالكمبيوتر ويكون سبب من اربعة اول واحد فصل احد سلوك الحساسات الخاصة بالي بي اس والحل هنا بسيط ولا يحتاج سوى توصيله فقط تاني حاجة حساس الي بي اس متسخ والحل هنا هو تنظيفه فقط تالت سبب هو حساس الي بي اس يكون تالف وهنا هيحتاج الى التغيير رابع سبب هو عطل فيه وحدة تحكم الي بي اس بالكامل وهنا هتحتاج تغير الوحدة بس كده اللي وصل معنا لحد هنا يضغط لايك عشان نعرفه ولو عدك مشكلة اكتب لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة